يستمر الملف الاقتصادي في تصدر واجهة الأخبار ولا يزال ذات الملف هو حديث الساسة وحديث الناس في المجالس ووسائل النقل ومواقع التواصل كونه الملف الذي يرتبط بحياة الناس ومصدر دخلهم واحتياجاتهم اليومية مؤخراً تداولت بعض المواقع الأخبارية والناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي خبراً يشير إلى موافقة المجلس الرئاسي وأعضائه على تأجيل قرارات البنك المركزي إلى مدة غير محددة تحت ضغوط دوالية متواصلة وفي حين لا وجود لمصادر رسمية لهذا الخبر ولم يصدر البنك المركزي أو المجلس الرئاسي بياناً في ذلك تبقى مثل هذه الأخبار مجرد تكهنات في ملف كثر فيه التأويل والتسريبات فيما الحقيقة أن الوضع ضبابي بين استمرار البنك في طريق تطبيق القرارات أو التراجع عنها وتأجيلها ومع تداول أخبار تأجيل القرارات أعلق عليها كثيرون بالصخط والانتقادات للبنك وقيادة المجلس الرئاسي إذا ما خضع في حقيقة الأمر للضغوط الدولية الهادفة لإنقاذ ميليشيا الحوثي بعد أن كان واضحاً من أنها بدت عاجزة ومحاصرة في زاوية ضيقة المخاوف الشعبية من تراجع البنك عن قراره ترتبط بكون التراجع عن القرارات سينعكس بشكل سلبي على أسعار الصرف والعملة الوطنية التي باتت تعاني من موت سريرياً في الأساس إضافة إلى أسعار المواد الغذائية التي ستصعد هي الأخرى مع أسعار الصرف فور تأكيد تأجيل القرارات وأمام ذلك كله يرى غالبية اليمنيين أنهما من خيار أمام قيادة البنك المركزي وقيادة المجلس الرئاسي سوى الصمود والتمسك بالقرارات وتجاهل مطالب المبعوث الأممي وفي حال اختارت الشرعية عكس ذلك فستدفع ثمناً باهضاً في مختلف المجالات وستخسر ثقة الشعب لتصبح الشرعية حينها مجرد حبر على وراء